تقاسم المجلس الإداري لمجموعة اليونس اليوم الثلاثة بمقره بالدار البيضاء نتائجه المالية المسجلة إلى غاية 30 من يونيو من السنة الجارية على إيقاع يؤشر على دينامية جديدة لنشاط المجموعة النصف الأول لسنة 2018 أكد عن النتائج المهمة التي حصل على اليونس وهذه النتائج هي تتطابق مع السكنوزا تونديون يعني اللي كنا تنتظروا كما قدمناه فالشيف الضفير يعني المعاملات كانت بمليار 800 مليون ديال درهم بتساعد بنسبة 17% بالنسبة لنفس الافتراضي للسنة الماضية النتائج الصافية كانت بمية وثلاثة عشر مليون ديال درهم بتساعد بنسبة 136% بالنسبة لحصة المجموعة في هذه النتائج الصافية كانت بمية وثلاثة عشر مليون بتساعد كذلك بمية وخمسين في المئة بالنسبة للمستقبل للاليونس من بعد النتائج هذه أن الاليونس عندها بيزنس موديل جديد يعني النوع من العمل جديد وزيادة على هذا أن تسعة مشاريع جديدة في الفاس ديتود يعني اللي ما زالت حتى الدراسة هذا تيبين على أنه حنا بالنسبة لنا تلأمنا مع الطلب وتنخدمه في دينيش وتنخدمه لا في سعيد المغرب ولا في إفريقيا باش يكون المشاريع ديالنا ملائمة وتكون مطلوبة وتمشى وتضع مجموعة اليونس نصب أعينها ضرورة السير وفق رؤية جديدة ترتكز على التطوير والمردودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة